السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيكون هذا الفيديو عبارة عن دج جديد بوحدة قواعد البيانات اللي هو رح نتحدث اليوم عن رابعاً اللي هي التعامل مع البيانات في الجدول هلا التعامل مع البيانات في الجدول طبعاً في مواد محذوفة عندكم بهذه الوحدة رح أرسلكم إياها علي جروب اللي هي المواضيع المحذوفة الملغية مجرد قراءة ذاتية للإطلاع فقط محذوفة من الوزارة التعامل مع البيانات في الجدول احنا المرة الماضية أنشأنا جدول بدنا نتعامل كيف بدنا نتعلم اليوم كيف منتعامل مع البيانات فيه منحط البيانات السجلات ومنعمل تنسيق وتعديلات المرة الماضية تعلمنا كيف مننشئ الجدول ومنحدد الخصائص الأساسية لإله ومنحدد المفتاح الأساسي وكل هاي الأمور الآن رح أفتح الجدول اللي عملناه المرة الماضية اللي هو كان باسم الموظفون هاي الجدول تاع الموظفون هلأ أنا قمت بوضع بعض البيانات فيه عشان أفرجيكم كيف عملية التعديل وهذا وهلأ رح نتعلم شيء شيء أول إشي بنتعلم إدخال البيانات إدخال البيانات بعد ما أنشأت الجدول في قاعدة البيانات لابد أني أدخل البيانات للجدول عشان أستفيد من المعلومات والجدول اللي عملته بالنهاية ما بدي أعمل وأتعب وأصمم بالآخر يظل الجدول فاضي إذن ما بيتلمني فأول شيء فتحنا الجدول طبع قاعدة البيانات تعت الموظفين فتحت جدول الأقصى مثلا هلأ أول شيء بننقر زر الفقرة بالحقل اللي بدنا إحنا ندخل البيانات لإله مثلا بدي أحط رقم موظف جديد أثنين ثلاثة أربعة ستة مثلا أسير بخلال الأسهم بلوحة المفاتيح حي بتنقل بالأسهم اليمين واليسار أو الأسفل والأعلى أو من خلال إيش آآ الفقرة وين ما بدي أحط بيانات بضغط زر الفقرة وبعبي البيانات مثلا حطيت رقم الموظف بخلال زر الفقرة دي أكتب مثلا اسم الموظف قيس نفترض الاسم الأخير عصام مثلا تاريخ الميلاد واحد خمسة مثلا دي أكتب واحد خمسة آآ واحد خمسة ألف تسعمية سبعة وثسين هلأ إذا كتبت أنا هون شكل مثلا إذا كتبت كلمات شهر نوفمبر مثلا أكتب شهر نوفمبر وانتقلت رح يطلع لي علامة تعجب ويعطيني تحذير يحكي لي أن يعني القيمة اللي أنت دخلتها بهذا الحقل بهذا السجل ما بتتطابق مع الداتا تايب أو نوع البيانات بهذا الحقل إحنا إذا بتتذكروا حطينا حطينا طريقة إذا بتتذكروا حطينا التاريخ الميلاد حطينا تاريخ الميلاد إن يكون كيف الشكل تبعه أيو حطينا تاريخ الميلاد يكون الشكل date و time زي هيك يوم وشهر وسنة فلازم أحط له نفس الفورمات ما بصير أحط له رقم أو عملة أو نص عشان هيك ما إبلها شكرا 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 بالنسبة للتعديل طبعا التعديل كتير 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 أمر وارد مثلا استقال عندي الموظف أحمد اللي إله هذا الرقم وإجابة داله موظف اسمه سعيد سعيد كيفا مثلا ما بضي أول شيء تعديلوممكن أني أنا hug blocks في عدل محتويات السجال كيفة أعدلها لا إما بروح باختار أي شيء الذي يدي أعدله وبكبس إشارة مفتاح shoots اذا إليت باكتب الصغ explan لا إما بروح باكتب البيانات الجديدة فوقها بتلمحي البيانات الي قبل ببساطة Jadi كأني باعدل بنص على الورد عدا بأحديث بال sv sack هذا بلنسبة كتلة المحتويات السجل. هلأ حذف محتويات السجل. اذا بدي احذف مثلا سجل كامل. بدي احذفه اصدقه وما اعين اشي بداله. خلص. مثلا بدي احذف سجل بدي احذف اشي بقايس. هاي بعد تحددت قايس وعمل الدليت وما برجع اكتب. اذا بدي اعدله تعديل برجع بكتب. فقط بسهولة. هلأ نيجي لموضوع تاني اللي هي تحديد الحقول والسجلات. يعني كيف بحدد انا حقل نوعيا او مجموعة من الحقول وكيف بحدد سجل معين او مجموعة من السجلات. اول اش الحقول. لما بدي احدد حقل معين شو بعمل? بروح على اسم العمود او الحقل اللي بدي احدده. مثلا بدي احدد حقل تاريخ الميلاد والراتب. بروح عن تاريخ الميلاد كثير شكل إشارة المؤشر لاحظة صارت سهم بضغط زر الفقر الأيسر هيك أنا عندي اتحدد عمود تاريخ الميلاد أو حقل عدي تاريخ الميلاد إذا بدي أحدد أكتر من حقل بنفس الطريقة بروح عند الحقل بدي أحدده بس ما بس بسحب زر الفقر بضلني أسحب بزر الفقر العبين ما أحدد الحقول اللي بدي إياها أو العواميد اللي بدي إياها بس ببساطة إذا بدي أحدد هذا حقل إذا بدي أحدد سجل من السجلات الثلاثة اللي عندي باجي عن الشمال من اليسار لاحظوا كيف تحول شكل المؤشر لسهم وبختار مثلا هاي اخترت سجل سعيد إذا بدي أحدد سجلين نفس الشي بكبس بزر الفقر الأيسر وبسحب للأسفل أو للأعلى حسب الحقول اللي بدي أحددها برضو هاته شيء نفس ما بنحدده بالإكسل عافية إذا اللي بعرف إكسل برضو بقل إكسل نفس الطريقة بنحدد الصف والعمود تمام هلأ بدنا نتعلم كيف بدي أضيف سجل وأحذف سجل من الجدول مثلا إضافة سجل طبعا لازم بدي أضيف سجل بروح لا تبويب هوم من مجلموعة سجلات هايها اللي هي الريكورز إيش بضغط نيو بطلع عندي سجل جديد لاحظوا إن القيمة الافتراضية بدلها تطلع عندي إن أردنية هون الجنسية أردنية لإني أنا حطيها قيمة استعادية طب ينتقل المؤشر لأول حقل وين بالسجل الأخير ومندخل البيانات فيه هلا إذا بدي أحذف إذا بدي أحذف بحدد السجل اللي بدي أحذفه مثلا بروح نفس الشي من على من هوم أو الصفحة الرئيسية من سجلات وبختار إيش ديليت هايها هايها ديليت في عندي إيش مكتوب ديليت ريكورد أو حذف سجل رح يطلع لي إنه إشارة أنت على وشق القيام بحذف سجل من السجلات بقول له آه ياس بدي أحذفه انحذف عندي السجل بهاي الطريقة سهل جدا هلا نيجي لموضوع تاني اللي هو تغيير عرض العمود مثلا أنا عندي اسم الموظف الأول شوفوا كيف مش مبين إنه اسم الموظف وكلمة الأول ممسوحة بدي أعرض العمود بدي أعرض العمود عشان يسير يوسع لنص أطول كيف بعرضه بختار الحقل اللي بدي أعرض العمود تبعه وبروح من برضو الصفحة الرئيسية أو اللي هون بختار مور من ريكوردس تسجيلات بختار مور وبختار فيلد ويت أو عرض الحقل يظهر لي مربح حوار لاحظوا إنه هذا هلأ عرض العمود 11.75 مثلا أنا بدي أحطه 15 لاحظوا إنه كيف كبر عرض العمود طريقة تانية ممكن إني أنا أحدد له إنه العمود يعطيني يكبر حسب إيش حسب أطول نص بدخله إليه مثلا دخلت اسم مركب مثلا عبد الرحمن الراضي في عنا أسماء مركبة يعني اسم الشخص الأول بيكون عدة أقسام هذا الاسم المركب بنسميه فممكن ما يوسع العمود فأنا شو بعمل بختار من نفس الطريقة بختار إنه بحطه standard web يهو عرض قياسي best fit عرض الاحتواء الأفضل بيصير إذا أنا دخلت مثلا أطول بيصير إذا أنا دخلت نص أطول من ما هو بيوسع العمود شو بيصير بيعرض العمود حسب أطول نص بيعمل لي عرض العمود حسب أطول نص موجود في العمود كله وفقط طبعا برضه بحفظ العمل أي إشي بعمله بحفظ العمل هلأ ترتيب السجلات ترتيب السجلات مثلا أنا بدي أرتب سجلات معينة طبعا لازم السجلات الرقمية السجلات معينة بدي أرتبها تصاعد وتنازل مثلا بدي أرتب الرواتب من الأعلى من الأدنى للأعلى بروح إيش بعمل بختار الحق للمطلوب مثلا الراتب بروح من الصفحة الرئيسية بختار إيش مجموعة فرز مجموعة فرز وتصوير اللي هي sort and filter بختار الأمر تصاعدي أو تنازلي يا إما بيرتب لي تصاعدي أو تنازلي هاي لاحظوا كيف التغير وطبعا بحفظ العمل هذه كانت الأشياء لازم تتعرفوها درس اليوم درس أبسط من درس المرة الماضية المرة الماضية لأنه لسه عم نعمل كل إشي من البداية هلأ بيصير إضافة السجلات وتعديلها وحذفها إشي كتير بسيط هلأ مثلا أنكم تشاهدوا الفيديو وتتدربوا على هذا الحكي على الأجهزة عندكم ومعاكم واجب حل أسئلت الفصل حل أسئلت الفصل ورح أحسب عليها علامة لو سمحتوا التزموا فيها لأنه الفصل هذا كان أغلب ونظريم بهمني إنه تكونوا عرفتوا المعلومات النظرية وحتى لو مو قادرين اتطبقوا على الأجهزة لازم تدرسوا بالتعامل وشكرا لإستماعكم ترجمة نانسي قنقر